مرحبا معك الراني نحن وصلنا في القسم 6.6 من الكتاب Learn your Haskell for Great Good في هذا الدرس نحن نتحدث عن فونكشن أبليكيشن انه كيف نستعمل ونطبق اي فونكشن كبوجود إشارة الدولار ساين او شو هي إشارة الدولار ساين نحن نتحدث عن البحراء انت لما تكتب عادة في الهاسكل دائما او اي لغة برمجة حتى مش متضرورة بس بالهاسكل بس هاي الدولار ساين مخصوص تكتب F دائما G Y Z انه هيك بياخد حتى لو مثلا قلت انا عندي فونكشن تاني H بياخد H وزيد له هون كبان وتلاحظوا كتر الاقواس كتير مضني ف ببشع الكتيبي يعني حتى ف يعني ممكن تقول اذا احبت تقول انه ببشع كتابي بس يعني مش كتير عملية يعني تعد الاقواس يعني كمان اذا خربطت فاني بالهاسكل كتير بهمن هالامور هاي طيب لذلك بالدولار ساين تيجي في محل القوس بمعنى خلينا نفترض عندي F A او بالدور يعني A א كي بتساوي كي زاد أل زاد أم كي ببساطة ماذا تضروري هل قد نعاد الأمور طيب الآن الآن سوف أتحدث عن عشان ما تضيعش معي لابد يحكي مع أحب هذا الفيديو طيب اللي صار عندي انه هون عندي بالنسبة للدولار ساين يعني لابد كان فيه معمل هيك أوكي فهي اللي بتساوي هون صار عندي كي زاد ال� زاد أم أول مرة كي بروح ضاربها محل جي ب ثلاثة بروح هيدي بروح ضاربة كمان مرة بشو باتنين ماشي لأنه هو هيك الفنكشن بتصرف طيب يعني ستة ضرب بالك ضرب ستة ضربة بالك زاد ستة ضربة بالل زاد ستة ضربة بالأم هاديك نتيجتها ستة كي زاد ستة أل زاد ستة أم أوكي طيب ماشي هلا بال$ كان فيه نعمل هايدي نفس الفكرة F$ G$ H$ K L M أوكي اللي هي يعني اتنين ضرب يعني اللي هي ستة كي اللي هي نفس الفكرة يعني ما تطبقها اكي شلان اللي ما عرفتلها لا ما عرفتلها هي بتكون انه بها الطريقة بس هي نجرة تطبيق تطبيق الاقوال سبعون الفنكشن طيب هلا انه شو الفرق مش الشي بس انه طريقة يعني بدل ما عندك عندك الامور بتجي بال بتجي هيك معي انا كي يعني مثلا خير نفترض هيك كما عاملين بالكتاب بتجي هاي لما تسعمل انت هون في عندك فراغ هون شايفين هون مطرحة جايات كي في فراغ فهون الاقواس كلها بتصرف على انه هي يعني عم بتجمع من جهة اليسار اوكي لكن بالدولار ساين بيصير الامور شو رايت اسوسياتيف يعني بسي كي انا عم بعمل دولار 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 يعني اعكس العملية على الماب يعني الماب عادة نحن نجيب الفونكشن منطبع على الرقام لا احنا هلا بدنا نطبق الفونكشن على نطبق رقم على كل فونكشن وكل فونكشن ممكن مختلف عن التاني اياها تمام هلا في عندي هون الدولار ثلاثة يعني عم قولي اعتبر شو ما ورا الدولار هنا ادخلات طبقا على الفونكشن هدول كل واحدة منهم يعني زيد الثلاثة على اربعة مرة ضربها مرة بعشرة روح خد الثلاثة وحط له الباور يعني اصتنين يعني كسير ثلاثة اصتنين يعني تسعة اكي ثلاثة ضرب ثلاثة يعني اكي السكوير روت جيب الثلاثة وطلع جذر تربيئي تبعه اكي طيب هلا خلينا نفرجيكم التطبيق تبعهن هدولي عالواقع لت لت مثلا كمان جي هون ثلاثة ثلاثة واي هذان ه ه حصل لت بساوه ه ه ه أم ه انا اذا 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 ا ها في غلط هوني هاي دي مع هاي شايفين كيف بلش يضيع الواحد مزبوطين لكن هوني الهوسكل ايه هي الهوس في اوز زيادة تمام اوكي بطلعت ستة وثلاثين شو المشكلة فيها بضيع الواحد في الاقواس يعني مفروض انا كنت حطيت كتبتها لو بدي استعمل الاقواس كنت لازم اعمل هيك اف اوف جي اسكر جي بعدين حط الاتش وبعدين افتح الاتش وبعدين حطشو اه الواحد واثنين وثلاثة اوكي ولسه بعد في بارس ارور كمان في بارس ارور شايفين عم بضل اضيع في تطبيق هاهم هي جي جي بدها الاتش الاتش بدها لالها اوكي فواحد اين ثلاثة كمان عن ضل اضيع ازا لازم حط هون الاقواس كمان عن ضل اضيع فشايفين ليش بشان هيك الامور بتخربط فا فمس تحط هيك بمشي الحال اوكي لانو لازم احط شي معين حتالي ثبتها على كلين فمشان هيك نحنا مستعمل دولار صاين فبصير تقوله او اف دولار جي دولار اتش لمين للواحد اتنين ثلاثة بطلع لي النتيجة تمام او حتى ازا بدي بحطي دولار صاين هيك كمان بطلع في اندي غلط فازا الفكرة ما فيها انك انت تطلع يعني بدل الاقواس تبعية الادخال ماشي طيب هلا شو اللي صاير صاير انه عندي الدولار صاين هي اه 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 شو عمر او بين يعني اي شي مثل الجمعة والضرب والاسم والاقواس و الأكبر و الأصغر و الأكبر و الأصغر و الأكبر يساوي و الأصغر يساوي كلهم يعني الأكبر يساوي و هاي الأصغر يساوي هون يعني مش همسردهم من الترتيب فهون معناها لما بدي أنا أعمل أوبريتور برزيدنس كيف يتصير لما سمقول ثلاثة ناقص تسعة ضرب أربعة زاد عشرة على اثنين ناقص واحد هكي بتحلها بتهاي بتحولها كما يلي هين سخها هاي كله عشان أقولكم شو بصير فيها تاخد هدول الحال بتبلش بالاسمة وبالضرب بتجمعهم و بتحولها هكي يعني لما ترسل تصفهم بدون أقواس للأرقام و في بناتهم عمليات حسابية هكي بتتحولها لأقواس عشان تعرف شو بلك تضرب و شو بلها تجمع تحط الضربة بالجمعة والجمعة بالتضرب وهي في دور لألون فبتبلش بتضرب والاسمة الأول فتطلع ثلاثة ناقص ستة وتلاتين زاد خمسة ناقص واحد فتطلع فتطلع شو معي هون تطلع معي خمسة ناقص واحد ستة عفا أربعة ثلاثة سبعة سبعة وبتصير عندي ثلاثة 29 بشو بالنقص لأنه هاي دي ستة تلاتين أكبر شي في هون فهدي هي فهدا هي فهدا هو الأوبريتور بس التنسي يعني بتبلش بالضرب وبعدين بالاسمة بتجيبهم تجمعهم لبعض وبعدين ببدلش تطرح بعد ما تحول الاسمة والضرب حسنا فهذا الأول هون يعني أولوي مين قبل بمين هذا كل شي عن هذا الدرس أرجو تكونوا استمتعتوا فيه لا تنسيتك بس على الدعايات على اللايكس على الكومنتس على السبسكرايب زر المشاركة في القناة عشان يجيك كل تحديث والسلام باي